السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد تحسين من قناة صرشاجي ازيكم عاملين ايه اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله وبصحة وعافية كنت من كام يوم بتصفح على موقع من مواقع الشهيرة في مصر وهو سوو دوت كوم الموقع ده انا اشتريت من عليه حاجات كتير اوه كانت حاجات بتيجي زي ما كانت معروضة في الصورة كانت بتجيلي والكواليتي كانت كويسة وكل حاجة كويسة ولكن cuộcرد لازم تظهر فى الموضوع الفكرة ان سوء دوت كوم ا Pmax او اي شركة تانية بيعملوا تروح للموردين او للتجار وتقول لهم اعرضوا عندي الحاجة اللى انتم يعرضوا عندي حاجة انا كده كده بدوري انا كسو دوت كوم انا كده كده منتشر فى مصر كلها يعني كل مصر عايزين ليشترون ايه حاجة بيخش علي سوacies اعتавайوا الحاجه عندي وكده كده انا بوفر لكم اللي انتو عملوا اعلانات بوفر لكم اللي انتو مناديب بوفر لكم شغل بوفر لكم حيات كتير قوي بمجرد انت بتحط المنتج بتاعك عندي انا كده كده بنشر المنتج ده في جميع انحاء مصر كلها انا بكلم على مصر ده سودتكم اللي هو مؤخرا اتنقل مع شركة بقى تحت شركة امازون يعني بقى من ضمن شركات امازون انا بتكلم دلوقتي احنا في سنة عشرين عشرين الله اعلم الفيديو ده لو انت شوفته هيبقى في سنة كام المهم انا دلوقتي بتفرج على سودتكم وبتكلم من ناحية خبرتي البسيطة في الساعات وانا بتفرج ظهر لي الصورة دي الصورة دي لساعة تيسو كوترير اوتوماتيك كورونو جراف اتمنى يعني اي حد من الدارة بتاعة سودتكم يتفرج علينا عشان ممكن يحاولوا يخففوا الموضوع ده سودتكم بتروح للتجار تقول لهم يعرضوا عندي المنتجات ففيه منتجات مش معروف قوي اه يعني ما بتعرفش اه يعني مثلا ايه لو انت مثلا قلت اه موبايل سامسونج وليكن مثلا اه اس تن او موبايل سامسونج نوت تن تمنوا وليكن خمستاشر الف او ستاشر الف جنيه وانت تيجو تعرضوا عندك في سودتكم او تيجو تعرضوا في سودتكم باربع تلاف جنيه ده كده كوبي وش يعني ده كده من غير اي حاجة بسناهم رحيين ده كده كوبي لكن لما تيجي تعرض ساعة الساعات الناس خبرتها في الساعات بتبقى بسيطة الى حد ما فبتبقى الناس لما بتيجو تعرض عندهم يعني لما بيجو التجار بيعرضوا الساعات فممكن موقع سودتكم ممكن لو فيه ناس بتعمل فاليديشن او اللي هي بتأكد عن منتج المنتج ده صحة ولا غلب فممكن ما بيأكدوش قوي على الموضوع ده المهم الساعة دي اسمها تيسو كوترير اوتوماتيك كورونو جراف الساعة دي بالمناسبة انا لبسها في ايدي دلوقتي الساعة دي انا لبسها الوريجينال طبعا مش كوبي الساعة دي تمنها في التوكيل يوم لما بتضرب خالص ويوم لما تقع في الارض تبقى من تمنها من 14000 جنيه من 14000 ان 16000 جنيه اذا كانت الاستيك بتاعها جلد او استلس فهبتفرق شوية الاستلس ستبقى اغلى شوية عشان بتبقى اغلى 1000 جنيه و1220 جنيه حاجة زي كبه الفكرة ان الساعة دي في اي توكيل في مصر حضرتك لو انت كدبت انا هكتب لك دلوقتي اسمها تيسو كوترير اوتوماتيك كورونو جراف اوتوماتيك كورونو جراف يعني اين يعني الساعة بتشتغل بالحركة بتشتغل بالهزاز كده زي الساعات بتاع الزمانة بتشتغل بالهزاز ودي غالية يعني العلم بس بالشيء والساعة كمان يعني غالية ومتكلفة كتير يعني متكلفة اوي 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 والساعة دي متكلفة جدا وتمنها لا يقل عن خمسمائة وخمسين او ستمائة دولار ده فيما فوق كمان يعني ده خمسمائة وخمسين او ستمائة دولار فيما فوق يعني في مواقع بتاعرضها بسببائمات دولار كمان فانت تتوقع او تتخيل ان ساعة بخمسمائة دولار او ستمائة دولار او سبعمائة دولار تجي تتالد عندنا في مصر بقى 1450 جنيه ازاي ازاي بقى 1450 جنيه ويقول لك بعد خصم السبعة وسبعين في المية يا اخي يا اخي كانت بستة تلاف جنيه بقى بسبعة تلاف وشوية الفكرة ان انت في ناس بقى طبعا بتبقى يعني طيبة لحد الماء جلبانة ما بتفهمش يعني في الساعات بزيادة او مش فهم في الساعات قوي فطبيعي انه لما يشوف ساعة تسوق مركة محترمة ومركة قوية فطبيعي ان هو يروح رايح على سودة كوم اطلب الوردر والوردر يجيله ويفتكر ان هو معايا ساعة اوليجنال لا هي مش ساعة اوليجنال هي ساعة كوبي الساعة دي بتشتغل بالحركة بالهز كده اما الساعة التانية بتشتغل بالبطارية وبطارية والماكنة بتاعتها بتبقى ياباني فانا ده اللي بحاول اقول من ضمن الحاجات ومن ضمن الساعات اللي انا بعشقها انا شخصيا وبلبسها كتير جدا 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 فهم تتخيله ساعات الجي شوك جي شوك بالمرة كنت داخل كده برضو بالصدفة وبتفرج على اسعار شي شوك فلاقي ساعة زي الساعة اللي بتطلعوك دلوتي جي اي مية وعشرة جي اي مية وعشرة معروضة بالساعة اللي انت شايفينه ده ما حاولي ما عرفش الف جنيه ولا الف ونص حاجة زي كده اصلا انا السور كنت تعمل لها سكين شوت يعني ب الف ونص يعني او الف ومتين جنيه يعني الرقم ده الساعة جي اي مية وعشرة لو حضرتك نزلت اي توكيل احنا دلوتي في شهر تسعة عشرين عشرين لو حضرتك نزلت اي توكيل وسألت عليها تلاقيها في حدود الاربعة balls جنيه ركket لمية ثلاث تلاث ونص لما دي اتيت غيرت بالف ومتين جنيه ده كده كوبي كوبي واحش ساعة تانية الساعة التي تطلع لكم دي جي 1100 بصراحة انا محاذتش اللي انا اشترتها صراحة انا جي 110 اشترتها لكن 1100 بصراحة انا مشترتها اش جي 1100 دي ساعة محترمة كمة الاحترام كمة كمة الاحترام معروضة بالساعة اللي شايفينه قدامكم ده وهي اساسا لا تقل لا تقل عن 5-6000 جنيه جي 1100 اللي انا بحاول اقوله لك ان انت حاول يعني تتأنى وانت بتشتري ساعات لان فعلا فعلا موقع زي موقع صوتواتكم موقع محترم جدا انا بصراحة بحترمه والديتي بتشتري من عليه وانا بشتري وصحابي كلهم بشتري من عليه بس في حاجات تكات كده بسيطة ممكن الناس علشان الساعات مهملة شوية في مصر مليهاش مثلا اهمية في مصر شوية او الناس مش فهماها بزيادة فممكن في واحد يفتكر ان هو اشتري ساعة اوليجنال واي اصلا ساعة كوبي فمن الافضل لو بعد اذن ح حضرتك تتأنف الموضوع ده انا بصراحة لبا شفت اه ساعات كتير في موقع مثلا زي موقع نون نون ان او ان او ان موقع كويس محترم يعني طالع لسه طالع جديد وبيشد حلو يعني اللي هو ايه الناس اللي عليكم بتبقى يعني يعني ايه زي ما تقول بيتعامل مع مع وكلة او او توكيلات فتلاقي الاسعار بتاعته اسعار يعني مناسبة الى حد ما فالحدة برضو ما بتحدفش كتاكيت للعلم بس بالشيء يعني ما تلاقيش مثلا ساعة ب الف ومدين جنيه تقول لك لا عشان السوق وا لأ هي مش السوق واقف هي يومنا بتباعها تتباع مستعملن ب الفة ونص والا ما حاجة ولا الفين الجنيه لكي مش ب الفتم � 10 جنيه هذا ما أريد أن أقول لكم أن هناك إعلانات كاذبة تحدث في الساعات بزيادة والذي أنا رأيته في الساعات يعني الموبايلات لا تتعرف يتضحك عليك بسهولة اللابتوبات وكذلك أنا أقول بسهولة أنت ممكن يتضحك عليك لكن ليس بسهولة أما الساعات ممكن يتضحك عليك بسهولة لأن أنت حضرتك أو مصريين عموماً ليس مهتمين بالساعات بزيادة فأتمنى حضرتك تركز بالحتة دي وتشوف الإعلانات كويس وتسأل وتجيب سكرين شوت من الإعلانات أو من الساعة وتقول يا جماعة وتحطها على أي كذا جروب فيه جروبات كثيرة جداً الناس بتساعد كثير أو جروبات للساعات أو أي حاجة ومن ضمن صح الحاجات اللي أنا شفتها جريبة قوي أن تلاقي في أوليكس مثلاً بخش على أوليكس كثير مثلاً ساعات بتتباع يقول لك إيه ساعة جي شوك بالعلبة بالضمان بالشنطة بالكتالوج بألف جنيه دي بسم الله الرحمن الرحيم كده وانت شايف كده كوبي ويش أنا عمرين ما شفت شنطة زي الشنطة اللي هم بيعرضوها دي في يعني هم على طول بيعرضوا الساعة تلقيهم يعني الناس على طول أنا أنا فهمت الساعة يعني العلبة يعني الإعلان ده ان هو كوبي هوريه يعني عشان بس نتقولش عليكم الإعلان هي تطلق لكم دلوقتي الإعلان هتلاقي الشنطة بالكتالوج بالعلبة بألف جنيه أو ألف ومائتين أو ألف ونص بكتير أوي والساعة أساساً لات كل تمانها عن تلاف ونص أو أربعة تلاف جنيه الساعة دي كوبي 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 ما فيش اي اي تصريح لاي كلمة تاني اقولها غيرها كوبي فمن الافضل من الافضل اي ساعة عايز تشتريها حضرتك تروح واخد سكين شوت ليها وتعرضها على كذا جروب يا جماعة وتعرضها على كذا ساعتي لو تعرف ساعتية بس اشك ان الساعتية شوية ممكن يعرفها في جي شوك عشان جي شوك مش يعني ايه مودرن او حديثة شوية ممكن اللي يعرف يفرقها لو فتحت الساعة من جوة وبتكتب عليها كاسيو من جوة وميدين جابان وحاجات زي كده وطبعا اللي هيبيع لك الساعة مش اقول لك انا افتح حالك انا افتح حالك ليه اه ده اللي انا حابب اقول لك وانت بتشتري ساعة اخد سكين شوت اعرضها في كذا حاجة اعرضها ابعتها لي حتى اكتب لي في الكومنت وانا ابعت لك الواتساب بتاعي بتابقوا تقول لي دي اقول لك دي كوبي ولا اوريجنال وهكذا بس هو ده اللي حابب اقول لكم في الاعلانات الكاذبة اللي انا بقيت اشوفها دلوقتي اه في الاعلانات اللي بتطلع لي كده او الاقتراحات اه ادفرطايزنج اللي هي الاعلانات المقترحة اللي بتظهر لي فشكرا جدا لكم وكان معكم محمد تحسين بتنساش تعمل لايك وتشترك في القناة واتمنى اتمنى لو الموضوع مفيد قوي تشاركوا مبين اصدقائك وهيبقى قطر خيرا كوي شكرا جدا لكم وكان معكم محمد تحسين من قناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته